فروا من جحيم الحرب آلاف المهاجرين السودانيين يواجهون مصيرا مجهولا في ليبيا فصارت ليبيا ملاذهم نزوح غير مسبوق لآلاف السودانيين إلى مدينة الكفرة الجنوبي ليبيا ما دفع السلطات المحلية إلى دق نقوص الخطر لم تعود أن المدينة الواقعة في أقصى جنوب ليبيا قادرة على استعاب آلاف اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب صرخة مناشدة لتوفير الخدمات الأساسية لهم بسبب قلة الإمكانيات ونقص الغذاء شضايا الحرب في السودان وصلت إلى ليبيا الممزقة أصلا لتزيد في تعقيد أزمتها المتواصلة منذ سنوات لا غذاء ولا مأوى لهم تقديرات غير رسمية تشير إلى بلوغ اللاجئين السودانيين أكثر من خمسين ألفا في مدينة الكفرة الليبية فيما كشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن وجود الآلاف من النازحين السودانيين وسط تعالي التحذيرات من إمكانية انفجار الأوضاع في حال عدم التدخل العاجل وتعالي نداءات الاستغاثة من أجل تدخل السلطات والمنظمات الدولية لإيجاد حلول لمواجهة موجة اللجوء المتزايدة والمساعدة في احتواء الأزمة قبل حدوث كارثة إنسانية وانهيار الوضع الاجتماعي بالمدينة